السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السودان وما أدراك ما السودان وخمسة وسبعين يوم من الغم وماذا حدث بين قوات الدعم والجيش السوداني خارج الخرطوم وأم دورمان حلقة مهمة جدا أرجو من حضراتكم متابعتها وفضلا دعم القناة ولايك وشير للفيديو واللي مش مشترك معنا في القناة ياريت يشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلوه كل جديد في القناة ويلا نبدأ الحلقة وصلنا لمحطة الخمسة وسبعين يوم على بدء اشتعال الأزمة السودانية وعلى رأيي الإعلامي عمر أديب أن الوضع في السودان مش بين له صاحب لدرجة أن فيه ناس بدأت تنسى الموضوع لأن ما كانش حد عارف أن الأمور هتستمر هناك طول المدة دي وللأسف الكلام ده حقيقي وعايز أضرب لك مثل بينا إحنا كمان يعني مثلا إحنا بقالنا كتير ما تكلمناش عن السودان لأن الاشتباكات اليومية هناك أصبحت هي الأصل فما فيش جديد غير التصعيد والكلام عن تهدئة هنا وهدنة هناك وما فيش أي بشاير لحل الأزمة حتى بعد التدخلات المكثفة من الدول العربية واللي على رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات وبرضو من أطراف دولية كمان لكن بعد مرور المدة دي كلها أكاد أجزم أن الأمر بالصورة دي شكله كده لا يبشر بأي خير في القريب العاجل أو البعيد العاجل أيضا لأن بكل وضوح التجارب اللي شفناها في أمور معقدة زي دي بتقول إن اللي تكسر صعب يتصلح بل ممكن يكون مستحيل كمان تصليحه ده طبعا في حالة إذا كانت الصراعات بدايتها سياسية بين أطراف مدنية مفيش معها سلاح وحتى لو تم استفزاز الجيش أو القوات المسلحة واستدراجها في معارك مع المدنيين فما بالك بقى بصراع مسلح متكامل زي ده الموضوع يا أخوانا بيكبر وبيستمر ويتوغل وينتشر ولا بتبن ليه نهاية وبيفضل سنوات طويلة كمان وعندنا التجارب بقالها دلوقتي أكتر من عشرين سنة وما فيش حل لغاية دلوقتي يمكن أول مبارح كان أكتر الأخبار المزعجة الحقيقة اللي شفناها وهي بالمناسبة أخبار مش جديدة في السودان من بداية الأزمة الأخبار دي كانت عبارة عن تحليق الطائرات العسكرية في سماء بعض المناطق السودانية خاصة في أم دورمان وأصفر القصف عن مقتل اتنين وعشرين مواطن سوداني حسب أرقام وزارة الصحة في الخرطون وقع القصف في منطقة دار السلام غرب سوق ليبيا في مدينة أم دورمان فجر يوم السبت يعني اللي نفذ العملية طيارات الجيش السوداني اللي برر القصف بأنه استهداف لمجموعة من المتمردين وأصفر عن سقوط عدد منهم وتدمير آلياتهم زي ما طلع في تصريح الجيش الأمر الحقيقة مؤلم جدا سواء كان كلام الجيش صح أو غلط لأن الأحداث دي بتحصل في مناطق فيها كثافة سكانية مش قليلة والقاتل والمقتول سوداني في الأساس والمفروض أن الطيرات المقاتلة دي تكون مهمتها حماية الوطن والمواطن ضد الاعتداءات الخارجية وضد أعداء الوطن والمواطن لما يشوف المقاتلات العسكرية في سماء بلاده بيبقى مبسوط جدا بيها وبيبقى حاسس بالأمن والأمان طول ما هو شايف المقاتلات دي بتحلق في السماء ويهيس ويسقف لما يشوفها كمان زي ما بيحصل في العودة العسكرية كده اللي بتعملها المقاتلات في الجو في الاحتفالات الوطنية والتشكيلات اللي بيعملوها بالألوان المبهجة في الجو أنا فاكر زمان وإحنا صغيرين لما كنا بنشوف الطيرات في السماء كنا نقف مع الأطفال أصحابنا نعمل دوشة وهيصة ونسقف ونزعق ويا سلام بقى لما كانت الطيرات تقرب من الأرض ونبدأ نشوف الطيار اللي كان أحيانا نشوفه وهو بيحيينه لما يلمحنا أيام ما كانت وزارة الزراعة في مصر بتستخدم الطيرات في رش المبيدات في الأراضي الزراعية وأظن طبعا أبناء جيلي كلهم شافوا ده بعينهم فالطيرات وقت الاستقرار بتكون مصدر بهجة وأمن وأمان مش مصدر رعب وخوف وألم وصراخ مع سماع صوتها واستغاثات وطلب للنجدة بعد ما تنفذ عملياتها في الأراضي الوطنية أنا بس بحاول انقلك في مقارنة سريعة بين الحالتين واستفز ذاكرتك علشان تعيش الحالة وتعرف إزاي الصراعات السياسية ممكن تكون كرثة على أي بلد الموضوع في السودان زي ما قلنا مش بين له صاحب لأن كل يوم بيتطور ومش بين له نهاية وأكتر المناطق المتضررة طبعا هي العاصمة الخرطوم اللي دوي الانفجارات والقصف لا ينقطع فيها يوميا سواء كان باستخدام الأسلحة الخفيفة أو التييلة أو حتى الطيرات الحربية زي الحالة في أم دورمان ولو عملنا جولة كده في السودان علشان نشوف خريطة أخطر المناطق اللي بتتعرض للقصف أو الاشتباكات هتلاقي إنها بتتركز في مناطق نفوذ كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وكل طرف من الاتنين بيحاول يضيق على التاني وياخد مكانه علشان يكسب أرضية جديدة يستفيد منها في النزاع اللي مش بين له نهاية بعض الصحف والمواقع الإخبارية رصدت إن الصراع بيرتكز في كل من الخرطوم طبعا وم دورمان والخرطوم بحري ودخل معهم كمان مجموعة ولايات تانية منها ولاية النيل الأزرق اللي فيه معارك جديدة من نوع خاص على الهامش فيها فالعاصمة الخرطوم هي العاصمة الإدارية للسودان طبعا وبتضم أكتر من 95% من المناطق الحيوية والعسكرية والإدارية قوات الدعم السريع حاليا قدرت تسيطر على حوالي 80% منها حضرتك متخيل بتشمل مناطق سيطرة قوات الدعم السريع مطار الخرطوم الدولي والأصر الرئاسي ومجمع إليار موك الشهير للصناعات العسكرية اللي شاهد معارك شارسة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وعندك كمان هناك قيادة هيئتي الدفاع الجوي والاحتياط المركزي في جنوب الخرطوم قوات الدعم السريع مسيطرة كمان في الخرطوم على 90% من مباني الوزرات وأقسام الشرطة والبنك المركزي السوداني ده طبعا غير أغلب الشوارع الرئيسية اللي فيها المقارات الحكومية والجامعات والمصانع وخلافهم الحقيقة إحنا في كارثة أما بقى قوات الجيش فواضح كده إنها فقدت السيطرة على حاجات كتير جدا في الخرطوم أهمها بالطبع المناطق العسكرية ومنها مجمع اليارموك لكن مازال معاها سلاح المدرعات وده مصدر قوتها حاليا أما في أم دورمان اللي تعتبر العاصمة الثقافية للسودان فهي كمان فيها مناطق عسكرية مهمة وده طبيعي لأنها منطقة توطر أديمة من سنين طويلة أبرزها قاعدة وادي سدنة والسلاح الطبي والسلاح المهندسين ودول كلهم تحت سيطرة الجيش السوداني حاليا إضافة لحوالي 60% من الأحياء السكنية أنا عايزك بس تاخد بالك معايا أن أم دورمان هي مسقط رأس قوات التدخل السريع أصلا علشان كده قوات الدعم السريع مسيطرة على منافذها وعلى الطرق الرئيسية فيها النقطة الثالثة وهي مدينة الخرطوم بحري وده برضو الجيش السوداني تمكن من السيطرة عليها وعلى المناطق الشمالية فيها لكن تظل المناطق الحيوية تحت سيطرة قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري وشرق النيل بنسبة 60% وبتدخل في معارض شارسة مع الجيش السوداني من أجل السيطرة على المناطق الباقية ومنها معسكر الكادرو غير المناطق دي فيه كمان مواقع استراتيجية خاطيرة للغاية وهي الجسور والمنافذ وده مقسومة بين الطرفين وإن كان التفوق أيضا لقوات الدعم السريع وبعيد بقى عن المناطق الرئيسية دي فالتقرير اللي رصده موقع سكاي نيوز عربية بيقول إن فيه تسع ولايات لسه بعيد عن الصراع من إجمالي 18 ولاية من الولايات اللي فيها اشتباكات نسبية بين الطرفين شمال وجنوب كاردفان إضافة للمناطق اللي ظهرت فيها الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو واللي دخلت هي كمان في سراع مع قوات الجيش السوداني في كل الأحوال الوضع في السودان خطير فنسأل الله السلامة لأهل السودان جميعا وربنا يهدي المتصارعين ويؤلف بين قلوبهم لأن الطرفين يا أخواننا في النهاية سودانيين ولا خاصر إلا الشعب السوداني المسكين اللي تقريبا تقريبا أكتر من تلت السودانيين هاجروا بر السودان بسبب هذه الصراعات نسأل الله أن يحفظ السودان وأن يحفظ أهله وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يحفظ بلادنا جميعا من كل شر وأن يوفق حكامنا لكل خير ولما فيه مصالح على البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته